لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد من حيث المنطلق يجب أن نقول شيئا أن لويزة حنون هي رئيسة حزب العمان الذي أسسته عام 1990 كانت معارضة شريسة في الثمانينات معروفة بتوجهاتها الشيوعية وتروتسكية لاحقا وغير ذلك من مثل هذه الأمور هي يسارية معروفة وفلا تحتاج أن نتحدث عن مسارها عارضت الشادلي بن جديد ثم بعد ذلك عرفت بمواقفها في التسعينات حيث دافعت عن معتقلي الفيس دافعت عن علي بن الحاج وما إلى ذلك غير أنها في بداية عهد بوتفليقة كانت نافست بوتفليقة في رئاسية 2004 أيضا نافسته في 2014 لويزة حنون كانت مقربة من دوائر بوتفليقة بوتفليقة امتدحها من قبل ووصفها حتى بالمرأة الفحلة وكان يشيد بها في مجالسها مقربة جدا من سعيد بوتفليقة أيضا كانت مقربة جدا من توفيق امرأة لديها نضال سياسي أمر آخر استفادت كثيرا من نضالها آنها ولا نريد أن نخوض في هذا المجال بقدر ما نريد أن نقول أن حديثنا اليوم حول ما تكلمت به الوزاح النون ليس للدفاع عن القائد صالح وليس للتهجم على الوزاح النون نريد أن نأخذ الأمور في مساره ترى لماذا هذا الكلام الآن يجب أن نتحدث عن هذه التصريحات من حيث الموضوع من حيث الشكل ومن حيث الظروف من حيث الموضوع ماذا قالت قالت الوزاح النون الراحل أحمد قيد صالح رئيس أركان الجيش انقلب على الرئيس بوتفليقة في آخر اللحظات بهدف نيل مكاسب وإجماع شابي هي قالت هذا الكلام نعم هذا ما ورده وضع في حوار مع إذاعة أحد الإذاعات النطقة بالفرنسية إذن تقول أن الجيش صارح انقلب وصف بالانقلاب ماذا يعني هل حقيقة حدث الانقلاب الشعب الجزائري عندما كان يتظاهر كان يطالب المؤسسة العسكرية أن تساعده في إنهاء العهد الخامس استجابت المؤسسة العسكرية استجابت المؤسسة العسكرية لهذا الطلب ترى لو انحازت المؤسسة العسكرية إلى مجموعة بوتفليقة وعصابته ستكون بلا أدنى شك هي التي انقلبت على إرادة الشعب إذا كان المطلب الذي يطالب به الشعب الجزائري المتظهر أن ذاك هو مطلب شعبي وفق هذا المعيار معناه إذا كان الجايد صالح استجاب لحراك الشعبي وصفة لويزة حنون بأنه انقلاب وإذا كان الجايد صالح مشام مع مجموعة بوتفليقة يعتبر انقلاب على الإرادة الشعبي إلى المطلب الشعبي ترى يعني هي تقول بأنه في أخر الحظة الرئيس السابق أبلغ الجايد صالح أولا من أين لها هذه المعلومات لويزة حنون بنفسها لويزة حنون بنفسها في حوار أجرته معها قناة محلية في الجزائر وكان ذلك في 21 مارس 2019 أي تقريبا بعد شهر من انطلاق الحراك الشعبي قالت ما يلي منذ 2014 ما تلاقيت مرة آخر مرة تلاقيت فيها برئيس الجمهورية سيدة لويزة حنون يوم أدى يمين الدستوري في أبريل 2014 لأنه طالب يشوفني في نادي سانوبر تلاقيت به لمدة 40 دقيقة وطرح علي أسئلة حول ما معنى ما هو مضمون الجمهورية الثانية اللي كانت هي الشعار انتعنا تعال الحملة تعال الرئاسية عندما بيشكر صحني الحزب كما استمعتم أنها التقت معاه في 2014 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحوار في 21 مارس 2019 معناها أن تلك الفطرة كلها لم يلتقي بها من أين لها هذه المعلومة بأن بوتفليقة أبلغ القيد صالح بأنه سيتنح بسبب ما حدث في الشعار لآخر دقيقة كانت العهدى الخامسة مر لآخر دقيقة حتى للحظة جابوا بوتفليقة من سويسرا واللي جابوه متعود قبل يروح تحت لعيد الشقيق ولكن في ذلك اليوم لما عاودوا جابوه من سويسرا سويسرا كان جاباتوا المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت ما جابوش خوه جاباتوا المؤسسة العسكرية وداتوا حطتوا في إقامة في زرال لم يعد تحت سيطرة شقيق لأنه نعرف القصة ما حدث في ذلك القرار تم توقيعه من طرف سعيد بوتفليقة لعزل قيد صالح قبل ولذلك راحوا جابوه من سويسرا وحطوه في إقامة الدولة جابتوا جابتوا المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت متعود دائما كانت تجيبوا الرئاسة وتحت رعاية شقيق وكانت من ذلك البداية الفعلي إذن هي لم تلتقي به من قال لها بهذه المعلومة إذن قالوا لها المجموعة السعيد وكذا وكذا السعيد بوتفليقة قبل توقيفه في آخر دقيقة كان يخبر ناس يخبر ناس بأن العهد الخامسة رأوا يفرض فيها القيد صالح كان هذا آخر أنه الرئيس الرئيس أنه ما يحبش العهد حطي العهد الرابع رو ما حبش هذا السعيد بوتفليقة اللي كان يقول في هذا الكلام وهو نفسه اللي لما كان بوتفليقة يعالج هنا في فالدوغراس كان يروح الواحد الحانة يسكر حتى يسقط ويقول لهم راح مننا البوفور كان راح يهبل على البوفور راح يروح كيفاش السعيد بوتفليقة رقى أنه مشو حاب شقيقه يدي العهد الرابع أو العهد الخامس كانت هذه الطروحة فقط حتى توجه الاتهامات للجيد صالح وتبرأ بوتفليقة أعادتها الويزا حنون التي لم تلتقي بالرئيس لم تلتقي بالرئيس من 2014 لحد كلامها إذا ألتقت به بعد 2014 فهي في الحوار هذه كانت تكذب عن الشعب الجزائر وإذا كان لم تلتقيه فمعناها من أين لها المعنى هل أخبرها الرئيس هي تقول بأن الرئيس هنا في نفس اللقاء تقول بأن الرئيس بوتفليقة أبلغني شخصيا بطموحات القايد الصالح والجنرال عبدالغني هامل للوصول إلى سدة الحكم هذا أبلغها في 2014 نعم في 2014 من 2014 حتى 2019 خمس سنوات خمس سنوات والقايد صالح كان بوتفليقة قادر ينحيه كان الهامل نحاوها هنا هنا إذن كيفاش عندهم طموحات باش يوصلوا للسلطة ويخبرها كأنها تجيب في معلومة لا أعتقد أنه يوجد في السلطة الجزائرية في أنذاك الذي ليس له طموحا يصل للسلطة حتى لوزح النون بحق ذاتها ترشحت مرتين حتى تصل إلى السلطة إذن إذا كان قالها هذا طموحات هذا طموح مشروع ولكن ماذا يعني هذا طموح؟ معناها لماذا لم ينقلب الجيد صالح في 2014 ما دام عنده انقلاب؟ ينتقل يعني في 2014 مثلا في الفطر اللي كان هنا في فالتوغراس ولما جاه هنا هو سلال لماذا لم يحدث كل ذلك الانقلاب؟ رغم أنه يوجد أنا استمعت الجنيرال كان من دوائر توفيق متقاعد استمعت لي شخصيا هنا في باريس قال لي بالحرف الواحد أنه تم اقتراح اعتقال السعيد متفليقة عند عودته من باريس إلى الجزائر واقترحوها على توفيق ورفضها توفيق رفضا قاطعا قالهم لا قالهم نعتقلوه والرئيس يدوه ويطبق المادة 88 في آنذاك وقضية شغور المنصب والذهب إلى انتخابات الرئاسية ورفض توفيق قالهم هذه الخطوة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله